سيلفر اي ديزاين اوورد جائزة دولية تعطى للمتميزين في الإبداع والتصميم حصلت عليها الفنانة مي خوري هل سنتعرف على مي وعلى الجائزة وعلى إبداعاتها من التراث والتقاليد صباح الخير ست مي صباح النور أهلا وسهلا فيك أهلا فيك احنا سعيدين انك معانا اليوم ونقولك ألف مبروك لحصولك على هاي الجائزة اللي هي كتير مهمة جائزة دولية نعم فهل جائزة السيلفر اي ديزاين حصلت عليها لعام 2012-2013 عن قطعة قدمتيها واللي هي اسمها لغن نعم أول شي احكي لي شو بيعني لك الفوز بهاي الجائزة الحقيقة إلي 13 سنة أنا بهالمجال هذا بشطل بالتصميم ونلت جائزة بسنة 2002 فإني أخدتها الجائزة بـ 2012 يعني بعد عشر سنوات بيان لي قديش أنا يعني تقدمت وكان في بروغرس بشغلي بالنسبة للديزاين ودائما يعني الإنسان لما حدا بكرمه بيعني بياخد جائزة كتير بعطيه دعم لينتج أكتر ويكون مبدع أكتر فكتير أحنا تلي كتير وكتير فتحت إلي أفاق يعني في التصميم والديزاين طبعا كونها طوطة بإيطاليا وبمدينة كومو مدينة الدزاين يعني إنها فهذا اللي كان كمان شرف عظيم لإلي إنه إيطاليا بلد الدزاين لما إحنا من الأردن يعني مصممة أردنية تاخد من إيطاليا بلد التصميم جائزة في كتير عنائي الكتير يعني وأخد شغلي لمستوى ثاني حلو هلأ رح نتفرج مع بعض على القطعة اللي فستي فيها واللي هي لغان أنا كتير عجبتني الإطعاء كتير كتير هلأ رح نشوفها مع بعض واشرحي لنا عنها هلأ هي عبارة عن شو المكونات لغان عبارة عن طاولة يعني كوفي تيبل هي نستعملها بأي ديكور القاعدة تبعتها يعني هذا اللغان الغسيل لنحاس اللي من زمان قبل ما يصير فيه عندنا غسلات نغسل على الكهرباء كانت الستة تحط اللغان الغسيل لنحاس الأديم وتحط فيه المي والصابونة وتغسل فيه ولما كان يكون اللغان أكبر كان هو يستعمل يعد فيه كرس صغير ويتحمم فيه الصغار والاكبر اللغان الغسيل اسمه فأنا هلأ ما إلوش استعمال لغان الغسيل الساتش يعني مصبور فبما أني أنا بنوع شغلي وتصميمي دائما بحب أني أركز على حرفنا القديمة وأبينها وأعطي القصة تبعتها لأنه هالأجيال الجديدة الحقيقة ولادنا وكلها الصغار يعني عم بتخلص هاي الحرفية دوية ومش عارفين إيش هي يعني ما حدا لا سامع تشوفي قديش ناس لا سامعين بلغان يعني يمكن مش جيل ناس جيل شوي أصغر ولا إيش كان يستعمل فحطيته دمن تصميم واستعملت يعني على أساس اللغان أردني واستعملت القطعة من أسباكستان اللي اسمها سوزانيز هذه كتير هلأ مشهورة بعالم التصميم والديكورات الناس كتير بيستعملوها يا لا تتعفيش مع إنها هي كانت كل عروس بأسباكستان تتطرز يدويا وكل العيلة بيساعدوها لأنها قطعة كبير كتير بيضع الشخص واحد يطرزها وبتخذها معها كعروس وبتعلقها على الحيت يعني زي برنل على الحيت فأنا صفت هي يعني الفنكشن تبعها بطل إشير الحيت صفت منجد فيها واللغان صفت جزء من الطاولة هلأ أنت نجدت جو اللغان كمان من هاي القطعة بالضبط لأنه لو إنه كان نحاس أنت طلع عليها كتير بيكون ضل فيعني كان بدي أعطيها هيك شوية كالر ونور وشيء فحطيت كمان نفس الديزان اللي هو تحت اللغان جو اللغان وتحت اللغان هاي شور قطعة خشبية قطعة خشب عليها سفنج ومنجدة وفي إلها يعني جرين عقسة شوي تكون عالية عن الأرض كتير حلوة فكرة أحب أقول لك شيء صغير عنها أنه أنا لما سألت ليش يعني كيفتا لأنه كتير كان فيه تصميم تانية أنا بالنسبة إلي لما رحت على كومو حسيت حتى أحلى من تصميمي كيفتا أنا ما أخذ السلبر مثلا من هدلاك ما أخذيني برونز أو جائزة عادية قالوا لي الفكرة هي الإنوفيشن أنه أنت هذا إشي مش كل واحد بقدر يعمله اخترعتي إشي وعملتي قطعة يعني وظفتيها بهالقطعة لأشياء ما كانتش هيك وظيفتهم الأديمة وبعدين أنه إلها قصة هيني إلي ساعة بحكي لك عنها أنت دائما ماي بتحاولي بكل تصميمك يعني تظهري القصة دائما في قصة وراء كل تصميم فخلينا نشوف هلأ عنا كمان مجموعة من تصميمك جبتيهم نشوف مثلا هذا الأخضر واللي هي الصينية للأجبان يعني هلأ أحنا مش بتراثنا التشيز بلتر بس أنت استغلتي هلأ هاي القطعة الخشبية شو هي؟ القطعة الخشبية هي خشب ودخلت فيها صدف خليت الحرفي يدخل صدف آه خليتي يدخل صدف أهى اللي تصير يعني في إلها لازم دائما يكون فيه زي إنضة أنه هالقطعة جاي من بلادنا عربية يعني ومش بالضرورة الصدف مثلا مش من تراثنا لكن تراث سوري لكن برضو إحنا هذا كله أنا كل التراث العربي بفتخر فيه وبهتم فيه أني أوصفه مثلا هذا مفتاح عديد من ياف لأنه أنا عندي بما أنه كل الحرفي اليدوية هذا المفتاح كل الحرفي اليدوية اللي والتصميم اللي بعملها فيه دائما فيه جزء منها قطعة قديمة من تراثنا أو التراث العربي أو المشرقي فدائما بحب أنه يعني أبينها بطريقة هون حتى تطريز من يافا والمفتاح تبعيه فالإطعال حدها اللي هي زي قاعدة لشمعدان برضو كيف بدي أعطيها نطفة لون أو زخرة فيه حطيت عليها على القاعدة تبعتها برضو إسوارة قديمة وعليها خراز اللي يعني تبينها إنها فنية هاي الإسوارة من أي من أفغانستان لأنه حقيقة التراث الأفغاني كتير برضو ريتش وغني بال عم بطلع على هاي الطائية اللي هي زي الخوذة طالعة هاي الطائية برضو طائية أفغانية فأنت عملتها ضو أنا عملت ضو يعني كملت الظهر تبعها برضو هو يعني الخشبة قاعدة على الظهر برضو نازل منه نفس الدندشة وهيك وصفة ضو صغير بس يعني إنه إطارة بيس أوف كونفرزيش يعني بنحك فيها بنحك فيها أكيد أكيد هلأ مثلا دايما بعمل إشياء اللي مش معمولة أبدا تقريبا يعني أنا مثلا كتير ما بطلع على الإنترنت أو هيك دايما المجموعة الحرف القديمة اللي من جميع من كل العالم يعني بلدان العالم تقريبا العالم المشرق يعني والعربي دايما هي اللي باخد منها بستوحي منها تصميمي مثلا توابنا الأردنية والفلسطينية عملت مجموعة لكل المناطق لأنتم بتعرفوا أنه كل منطقة في إلها توب بختلف عملتهم على لوحات خزاف خلينا التواب يملون والخلفية تكون يعني زي كأنه حجر قديم وكتير يعني الكل بحبة وكتير ناجحة يعني كتصميم الكل بياخد توبين وثلاثة يحطوهم يعني مع بعض ليعملوا كتير كتير مثلا نفس الشي البرويز بدنا نروح عن دايما نعمل بني يعني الصدف دايما على خشب بني فأنا مثلا نعملته على أحمر على أخضر على أزرق لغرف أولاد للأجانب اللي بيجوا عنا مش كتير معوّدين على يعني تراتنا كهيك بس إنه أكيد فيه إلو يعني زي سيكنتشر إنه هو جاي من هالبلد هادي من مش معقول شو حلوين عم بطلع على هالتواب أخدها عندي تبين أكتر؟ أيوه هذا مثلا بالذات هذا توب معان هذا توب معان هلأ كتير بلفت النظر توب معان أنا مرة حكت لي مدام وداة قاروان أنه كانوا كل قوافل الحاج يميعوا الحرير هناك قبل ما يروحوا للحاج فتوبهم كله حرير سوي كله حرير وألوانه حلو كتير شوفي قديش يعني هيك ببرئ بلاحظ شوفي كمان مي يعني أنتي من المصممين الأقلاء عالميا اللي بتشتغلي بكل المواد يعني بتصممي خشا بنحاس فضة يعني كتير مواد منها وكمان والأكتر أنك بتخلطي بين الحضارات يعني واضح أنك بتخلطي الفلسطيني مع الأفغاني الأردني مع الأفغاني هالأصبكي كيف يعني بتصير معاكي هاي هلأ لأني أنا بحب كتير التراث القديم يعني التراث القديم لما أنت بتقدري التراث تبع بلدك بتقدري تراث كل البلاد اللي غدية بتراثها فأنا يعني أنا كتير كل قطعة قديمة بتجيني هلأ معروفة بعمان يعني كل الأنتكارية كل واحد عنده قطعة قديمة حلوة داما بيجي عندما يخوري لأني بعرف أنه بقدرش أقول لأ 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 حتى بدي أبيعها مش رح أبيعها رح تزبط ما تزبط بس أنا دايما بشر القطعة من حد ما بشوفها رندا بعرف كيف بدي أوظفها ومن هيك بشريها يعني طوالي بجيني بس أطلع عليها شو كيف بدي أدخلها بتصميم هلأ شوفي مثلا بعد ما أخدت الجائزة تبعت اللقن لأتشوفي كل الجماعة اللي بتعامل معهم الحرفيين اللي من جرش من هيك كل نهار يجبولي لقن غسيل ودسودة الماء وأنه يعني مدامي يعني صدت أشتغل فيهم فالمجموعة الكبيرة عندي للحرف اليدوية القديمة والأعمال يعني مش الأعمال يعني بقول لك الموجودة عندي هي اللي بتعطي يعني بس توحي منها تصميمي فمن هيك عندي مجموعة كبيرة ومن هيك يعني مجموعة الطوائلة كل تقريبا مناطق بالأردن بفلسطين بسوريا بكل مناطق مفاتيح حطيتهم بيعني تشكيلات منوعة وظفت وظفت يعني لأنه مرات فيه إشي بطلت تنباك أساتش يعني حطيتها ضمن تصميم وتصميم حديث عشان بدي أشجع الجيل الجديد أنه يستعملها صحيح هلأ إحنا عم نطلع على قطع بالمحل عندك بدي أحكي لك على هذا التصميم لأن هذا مرأة قوة الشاغل تبع الجمل بنحط فوق ألبته وعملته بيس لكوفي تيبل بدي أشارك فيه الصوفة اللي شبتيها قبل هي ظاهرها وتحت لوح دراس ومدهونة هلأ هدول غربيل الجوانب تبع الصوفة هادي مصفاء اللي كنا نصفي صارت ثرية وهلأ ما جرى يعني فش إشي بقوله فش إشي ماي أكتر من إنه نجل الغسير يعني لا حتى لما بيجوا عندي مثلا بيصير قوله هدول مثلا باتش ويرك لا تطريز تكستايل قديم مع كله تطريز يدوية يعني من الأردن وفلسطين وكل هون وان اوف كل تصميمي قطعة وحدة يعني ما بظلني أعيد هاي هذا المفتاح اللي أكبر من اللي أنا موجود عنا هدول طناجر باي دا وي شايفتيه هون طناجر عملت هون ستولز هلأ هدول هدول إقراس الخبز سويت لون لوحة مع حتى سلطية ظاهرها وهلأ ما جرى هاد دولة الباطيات اللي كنا نعجم فيهن صاروا ضمن طاولة حلو كتير هذا نصف شباك قديم منجد بتطريز قديم وقعدة تبعته البينتينغ فلت للرسام هدولة برضو كله أقبل شي قديم اللي بس توحي منها كل أفكار يعني هدول إطعة قديمة مثلا هذا الزاوية برضو إطعة طين من الجدين وثمان هذا هدول إقراس درزية فضة يعني مرات بقدر أوظفهم لشي تاني بس يعني هن موجودين ضمن الكولكشن تبعتي بالمحال وبعملوا يعني بزيدوا رونق للتصميم اللي بعملها شايف كل هذي إشي قديمة عقودة وهيك وفي جزء منها من اللي هو هلأ بلشت ردنا كنت أقولك إنه بلشت تعملي حلي مجوهرات نعم هلأ رح نشوف بس نخلص إنه لابسة إشي من تصميمك هلأ بنتطلع عليه عن جد إنه إشي مش تقليدي يعني مش تقليدي كل شيء إلى قصة معاً إلى قصة يعني تقليدية لكن هو كمنظر عام بيبينش إنه إشي تقليدي يعني زي اللي إحنا معودين عليه شايف هذي قطعة أشي قديمة هذي مش شغلي هذا باتشورد لستة وثلاثين طوب فلسطيني وأردني هذا في سيفساء جوا مكتوب على سلام عليكم يعني دايماً في بكل جانب من المحال فيه إشي اللي مميز ومختلف وأول مرة بعمله مجموعة رائعة جداً طب كيف بتلاقي إقبال الناس على هذول الإطاع لما بييجوا على المحال هلأ اللي بيجي يعني بلحق وبييجي على المحال اللي كتير بحبوا الشغل تبعي فيه عنا فكرة دايماً إنه الناس مش كتير مهتم يعني مش كتير بيفهموا إنه بتقدر يتعمل فيوجين انتي بالإشي القديم مع الجديد بفكروا إذا هنه بيتهم حديث يعني الديكور تبعه ما بقدروا شي دخلوا قطعة اللي فيها شغلة قديمة مع إنه العكس يعني هي اللي بتزيد رونق للديكورات بتعطيه شخصية بتعطيه حياة بتعطيه كتير حلوة بس بحب ما لأحنا تقريباً تهى الوقت إني أنا لابسي حلق من تصميمك ماي عم بتقولي واحدة فيهم يسر والتانية ولا تعسر هاي كتير حلوة والأساور كمان هذولة اللي أنا لابستهم من تصميمك هم من كل شيء لقصة هذولة تطريز قديم لفنا وعملنا أساور وحطينا عليه خراز يعني بتقدر استيت تلبس أي فسطان أسود بلين مودرن ولا أي لون وتلبس بس الأساور إنها لابسة شيء من تراثة يعني مش ضروري يكون التوب اللي من زمان كنا نلبسه لم يبين إنه لا لا تقدر تلبسي فسطان أسود مودرن بالضبط والأساور هنا ولأقولك يعني أي فسطان أسود مودرن أنت لابستيه من أي ماركة عالمية مش رح يعمل استيتمانت وينحكى فيه زي من الأساور لأنه في إنهم تاريخ يعني مش معقول مي عن جد فظيعة كتير كتير حلو يعني أنا بهنيكي وأكيد بستاهلي هاي الجائزة وبكفي إنه يعني نحنا بإسم الأردن أكيد لأنه رندها الأردن لما أخدت الجائزة الأردن أخذت جائزة حتى اسمها بال هول أوف فيم بإيطاليا إنها هي من الناس اللي بدعموا الفنانين والمصممين وإن شاء الله يعني حقيقة إنه يدعموا الفنانين والمصممين شوي أكتر من ما نازم أكتر يعني نعطيهم أهمية لأنه هم كمان صورتنا والفقافة هي مرآة الشعوب بالضبط هذه هي شكرا ماي خوري أهلا وسهلا فيكي متمنى لك التوفيق بي المجال الجديد اللي دخلتي اللي هي تصميم المجوهرات مع باقي عندنا باقي أكيد ما بروح ورنده كتير بحب أشكر وأنا بفتخذ بحقيقة قناة رؤية لأنني دايما أنا يعني بروح على كل النشاطات الثقافية والفنية بالبلاد ودائما تلفزيون رؤية موجود هو بيدعم وبغطي كل هالنشاطات وإحنا كتير يعني فخرين بهذا الشي لأنه بدنا ياه وإس هاي تايم إنه يكون في عنا قناة زي كون اللي هي تدعم الفنانيين وتعكس الصورة الفنية والثقافية في الأردن أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مفاين